طيب لما دي يبتدي بتصريحات الرئيس السيسي اللي قالها مبارح خلال تفقد استفاف الفرقة الرابعة المدرعة بجيش الثالث المدني الرسائل دي نقدر نقف قدام ايه منها ونقدر نقول ماذا كان يقصد بها الرئيس السيسي هو البداية طبعا احنا نقول ايه هو ايه تفتيش الحرب ده اللي يروحه رئيس الجمهورية هو في النظام القوات المسلحة ان التفتيش الحرب دايما اللي بيعمله وزير الدفاع ده اعلى درجة ورئيس الاركان ممكن وزير الدفاع طب ما نقول اصلا ايه تفتيش الحرب فالتفتيش الحرب ده لما يروحه رئيس الجمهورية بقى فيه شكل تاني تفتيش الحرب ده هو اعلى مستوى مستوات الاستعداد للقتال بيحصل قبل منه قبل ما استفاف الاستعراضي ده بيحصل قبل منه حاجات كتير كتير وطبعا الفرقة بتعمل التفتيش ده كل اربع سنين او كل خمس سنين وممكن كل ثلاثة تبقى للتخطيط اللي بتحط القوم السلحة في القتال بتاعها ازا كنت مستعجل لصدر قتالي هعمله قتالات سنين ازا كان عندي الموضوع مرتخي مفيش مشاكل او اربع كمس سنين لانه مكلف طيب بيحصل قبل منه ايه بيحصل قبل منه تأكيدات القوم السلحة على مستوى الفرقة دي من ناحية التدريب سواء فرضة او تكتيك او تدريب ختالي من ناحية تأمين الفني مستوى الفني بتاعها شكله ايه من ناحية روح المعنوية بتاعها شكله ايه من ناحية استكمال معدات وافراد عشان اوصل واعمل اختبار مستوى بيبقى اللي هو نظام في القدم السلحة كده بتعملوا هيئي تدريب ويطلع انا بقى في الاخر اسطف وطراح التفتيش تفتش على الموضوع ده وبيحضره يا رئيس الاركان يا القائد العام طب اذا ده بيقول ان الفرقة دي جاهزة انها تطلع للحرب من المكان ده اذا كان لها المهمة مسبقة هتطلع عليها هتاخد مهمة جديدة هتطلع عليها النموذج ده حصل مع الفرقة واحد وعشرين في ليبيا على الحدود الغربية لما كان حصل التوتق بيننا وبين تركيا في الموضوع دفع المرتزقة ومش المرتزقة وكلام ذا وكان نفس الاسلوب واستخدمة هذا التفتيش الحرب بتاع الفرقة واحد وعشرين في التهديد باستخدام القوة لردع اي حد حاجة ناحيتنا يبقى التهديد باستخدام القوة مش هستخدمها مواشرة لكن لما جيت اقول لان انا جاهز استخدمها رح تعمل مناورة مشابهة بالحرب اللي هتحصل فبقيت الموضوع ناعقي انا هنا في التفتيش الحرب ده كان هو معاده ده ده المعاد بتاعه لكن جاه في توقيت توطر في المنطقة اللي بحصل في غزة والضرب المبرح اللي غير مبرر اللي بحصل من اسرائيل على الشعب الفلسطيني والمواحسات اللي بتديره كان ده والتوتر على دايرة من دوايا الامن القوم المهمة لها الديار المباشرة اللي هي الجار المباشر فعنده مشاكل اللي اتنين مع بعض يأثر علي يأثر علي وبالتالي لابد ناخد قرار فدخلنا وصائق وصائق في الموضوع اللي انا الجانب الاخر عنده ناس بتنادي بتهجير الناس ده عندنا يبقى التأثير بقى حيب عليهم مباشرة واحنا مش نقصين صح وما شعب فلسطين اخواننا وكل حاجة لكن كل واحد ليه حدوده ليه إمكانياته وكلام زي كده في ظروف العاشر فعنده وبعدين لو التهجير ده اللي هو عائد اهلا ما سهلا لكن ده روش عائد انت حتفقت بالأرض اللي انت كنت عاد فيه فبالتالي اترفض ومن انا رسع فتح السئيسي طلع اعلن كذا مبدأ في الاول وبعدين اجتمع بمجلس الامن القومي المصري وده اعلى سلطة موجودة في مصر وحط الخمس منهم كان بيقولهم في قارات المجلس ده فبقى اصبح الشعب او المجلس هو المعبر عن الشعب مش رأي شخصي للرئيس لا ده رأي الشعب هم طيب مدان ده رأي الشعب يبقى اداد تنفيذه اداء وحفظه له على هذا الرأي او القارات دي يبقى لازد يكون القوة جاهزة فبالتالي خد من تفتيش الحرب صورة لجهزية تنفيذ امر الشعب يبقى هنا ده اداء اول رسالة ان اللي بتعمله ده الفرقة دي لو خد فيها قرار حرب لتأمين حدودها هيبقى القرار من الشعب يعني دي يا فندم دي فرقة واحدة؟ لا اللي احنا شايفينه ده لا 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 طب عشان نفهم بس اكتر الموضوع لا هو حتى بقولك هو يقولك دي مش دي ده مش تشكيل واحد ده في كل مكان واحد يعني في الفرقة يعني جيش ما صوتش اصده اللي شفناه بالامس ده دي فرقة عندنا اربعة منها عندنا اربعة فرقة اماكن تانية لكن اللي شفناه بارح ده كانت فرقة واحدة بس فرقة واحدة مظبوط والفرقة دي انا كنت قائد له فيها قبل كده مش تغير انت في 25 ألف مقاتل معدتها بتصل مش قالي من من اربعين منيليار deafدولار معدتها انا ده يعني اشيء عظيم يعني مش مش قليل يا انا كنت القائد كنت قائد له sabe والتاني في الفرقة الرابعة وكن تقائد الفرقة واحدة وعشرين اللي هي فى المنطقة اللي كانت فمطة الغربانية فده عندنا هنفر واحدة وعشرين فى المنطقة الغربية وعندنا فرقة الاسدة في جيش التاني وعندنا فرقة التسعة فى القاهرة شكرا